اشتركوا في القناة في برج الدلو لغاية منتصف الليل من بث الحلقة هو الآن في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة 10 و12 دقيقة بعد ظهر يوم الأربعاء 5-5 لينتقل بعدها القمر إلى منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا الآن موعد بث الحلقة هاي اللي هو في يوم الثلاثاء أربعة خمسة القمر موجود في برج الدلو ورح يظل لغاية منتصف الليل اللي هو الثلاثاء على الأربعاء تقريبا بيبدأ خلو المسار لساعات الفجر ها الآن هو بما أنه موجود في برج الدلو بنظل لغاية ساعات الفجر منشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعار مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد طبعا الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل هي تقريبا رح تكون عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري ورح تكون في تمام الساعة 12 وخمس دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش ونهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة 12 وخمس دقائق بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة 2 وثمان دقائق فجرا أو صباحا وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي تقريبا هاي لمدتها ساعتين لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 2 وثمان دقائق صباحا أو فجرا بنتقل القمر وباستقر في برج الحوت وبصير تأثيره على جميع الأضراج في هاي الفترة إنها بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن نقع في حبال الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى أو شراء الزهور أو اقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا اللي ما بعد الانتقال أول زاوية هي رح تكون زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وسبع دقائق مساءا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وست وخمسين دقيقة مساءا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك طبعا القمر بما أنه رح ينتقل للحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 7.05 رح يبدأ في تمام الساعة 7.34 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 11.52 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 12 مساء بتصير نسبة الإضاءة 30% يعني اليوم هو 24 أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 20.05 منتحس بنسبة 50% أما بالنسبة للقمر في الحوت حتى يوم 7.05 سعيد بنسبة 65% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29.05 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الثورة حتى يوم 9.05 سعيد بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 11.06 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13.05 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 23.05 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة حتى يوم 20.08 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لنبتم في الحوت حتى يوم 25.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا من الآن ولغاية ساعات الفجر ما بين الأصدقاء ممكن توطدوا العلاقة ما بينكم بين الأصدقاء أو صير تواصل ما بينكم أما في ساعات الصباح وما بعد بتشعروا بالتعب بنال منكم لأن القمر بصير موجود في الحوت يعني بيت متاعبكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلذوا للراحة أنتوا في هاي الفترة بتكونوا في الضعف أو أقل الأيام حظا لا تراهن على الحظوظ أبدا وما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب يتوقع أن يكون في فوضى أو تأخير أو خسائر خلال هذا اليوم برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عملكم اللي بدأت فيه من قبل حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم حاول إنك تطلب المساعدة إن احتجت إلها وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن يكون فيه عندك تحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم إش إنك ما تبقى وحيد حاول إنك تخرج وتقابل الناس أو للقاءهم في أي مناسبة بتتوجه لك برج الجوزة اللي بيتقدم لامتحان أو لمقابلة بدو يستعد بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو بترغبوا في التفاهم مع أحباءكم أهم إش إنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء بتكون مسلطة عليك كون جاهز لتحمل المسئولية لأنها هاي فترة مهمة جدا هذا بيت السمعة حاول برضو إنك تحافظ على سمعتك برج السرطان اتفحصوا حساب مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات الصباح تنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات ممكن إنه القمر اليوم يعدلك نوع من أنواع التفاؤل وبتستعيد حماستك وبتنعش صداقاتك أو علاقاتك المهنية ممكن تمارس جميع صلاحيتك بنجاح وكفاءة وما بتهدأ وطيرتك ولا نشاطك ممكن اليوم بعضك يفكر في مواضيع إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بالدراسة برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريبة لكم بتكون بحاجة للرعاية حاضروا من الإهمال خصوصا النقاط الإدارية أو القانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم إشي أنك ما تتذمر برج العذرة وصلوا أعمالكم اللي بدأت فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وهاي الفترة شوي بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذر من المشاكل على أنواعها تعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر برج الميزان بالظل العاطفي قوي عندكم وبيميلوا أحباكم للتجاوب معاكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط لا تأجل عملك ولا تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وحاول إنك تطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة هاي فترة مهمة جدا حاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم حاولوا برضو تمسكوا عصابكم من أي خلاف أو سوء تفاهم عائلي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني مدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكؤ حضر جيدا لعملك وما ترتجل ممكن تنطلق بمشروع جديد وتتلقى إجابات أو إشارات مهمة ابتسم فالحظ بجانبك برج القوس اللي بيتقدم لإمتحان بده يركز بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الصباح حتى اللي عنده تنقلات أو اتصالات بده برضو يركز في ساعات الصباح القمر بصير في البيت الرابع فبصير بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش أنك تلطف من الأجواء التفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحظوظ اليوم بشكل كبير برج الجدي اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات قدر المستطاع لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعزز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب برج الدلو طبعا اليوم انتو نشاطكو عالي جدا مع هيك ما تبادروا إلى عمل جديد بل واصلوا ما بداتوا فيه من قبل في ساعات الصباح بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة حاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي بتستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصروفك وعطاءك أو عطاءاتك ممكن تظهر مصريف غير متوقعة هذا النهار برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر من ساعات الصباح بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتعزز معنوياتك من جديد وبتتحمس للمبادرة أو لإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات فكون مستعد للتحرك بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر فكون جاهز للانطلاق هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أنت نهاية شكرا 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 أترككم شكرا شكرا